السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمرين مع بعض في حل اسئلة Dumb 9TUT السؤال اللي بعد كده معانا سؤال رقم 12 اللي موجود في صفحة رقم 15 السؤال ده الحقيقه بيتكلم عن FHRP Protocol اللي هي First Hope Redundancy Protocol والكلامنا عنها في فيديو سابق واللي شرحنا فيها ان First Hope Redundancy Protocol زي HSRB VRRB و GLBB الثلاثة بروتوكولز دول بيقدروا ان هما يوفروا لي خاصية ان يبقى عندي جهازين راوتر والجهازين دول يتشاركوا IP address عشان لما يحصل ان جهاز من الاتنين دول يقع يكون الجهاز التاني موجود بيحل محله فيبقى عندي في الشبكة بتاعتي High Availability و Fault Tolerance يعني لما يقع الراوتر الترافك في بتاع الشبكة ما يقعش لان الاجهزة تحت الكمبيوتر مش بتكلم الراوتر اللي وقع بتكلم Virtual IP الVirtual IP دوت هيكون مع الجهاز مع اي راوتر من الاتنين يعتبر هو الماستر بتاع HSRB او VRRB لو مش عارفين التفاصيل ديت انصحكم ترجعوا للطبج بتاع VRRB و HSRB في كورسي CCNA ان شاء الله حيكون فيه شرح وافي وكافي للمواضات ده السؤال هنا بقى بيقول ايه بيقول ايه الهدف من استخدام فرستهوب Redundancy Protocol في Subnet معينة طبعا من الحاجات اللي احنا قلنا عليها لما بدانا نتكلم على الضمبات وشكلها والكلام ده قلنا ان بعض الضمس هتلاقي او في بعض الاحيان هتلاقي ان بعض الاسئلة هتحس ان الاسئلة دي مكتوبة بطريقة غلط او grammar بتاعها في مشكلة الترتيب بتاع الكلمة او كلام ممكن مبقاش واضح عايز تركيز جدا في قرية السؤال وقلنا برضو ان في بعض الاسئلة في الضمب الاجابة بتاعتها ممكن مبقاش صح فالتركيز مهم وكلنا ممكن طبعا نخطأ وكلنا طبعا ممكن منركز في بعض الاسئلة فالسؤال ده الوهلة الاولى انا اتفقت مع الاجابة اللي موجودة في الضمب بتاع اللي بتقول ان الهدف من تطبيق ال ان هو يتأكد ان فيه لوب فري يعني الفيزيكال توبولوجي مفيهاش لوب عشان نفهم يعني ايه لوب فري فري فاحنا محتاجين نفتح مع بعض ابليكيشن الباكت تريسر عشان نعمل كده توبولوجي خفيفة وبسيطة في الموضوع يعني توبولوجي توضح موضوع يعني ايه لوب فري توبولوجي ده الباكت تريسر واحد معنا احنا دلوقتي لو جبنا من على الباكت تريسر ثلاث سويتشات هبطناهم كده وعملنا كابلي كده وكابلي كده التوبولوجي دي تعتبر لوب فري توبولوجي ايه اللي خلاها لوب فري توبولوجي ما كلمة فري دي اللي هي بعد كلمة لوب معناها ان التوبولوجي دي مفهاش لوب طب ليه التوبولوجي دي مفهاش لوب لان مفيش دايرة مقفولة مفيش كابلي ما بين السويتش ده والسويتش ده فالنتيجة ان مفيش احتماليا ان يحصل لوب طب امتى ممكن يحصل لوب حيحصل لوب لو مدت كابلي بين السويتش ده والسويتش ده وقتها سيحس ان فيه لوب ممكن يحصل في التوبولوجي لان اصبح ان فيه دايرة مقفولة في النتورك دي فحيعمل حزبة حيقرر ان هو يقفل بورت من البورتس اللي هي موجودة بين السويتشات دي وبعضها عشان يكسر اللوب فالسپننج تري بروتوكول هو اللي بيتأكد ان مفيش لوب هيحصل او هو دا اللي بيكونفيرم او بيديك ضمان ان ان هتبقى التوبولوجي بتاعتك لوب فري طيب ليه الف اتش ار بي بروتوكولز ممكن برضو تديك نفس الحصية دي الف اتش ار بي بروتوكولز لو انا استخدمت لير سري توبولوجي يعني بدل ما كانت اللينكات اللي بين السويتشات دي لير تو استخدمت لير سري وده بيحصل في بعض الاحيان مبين الديستريبيوشن والكور سويتش وبعض الاحيان بتلاقي ان الانتر فيلا الراوتنج ممكن تحصل على الاكسس سويتش حالة لو هو لير سري وبيبقى اللينكات اللي مبين الديستريبيوشن سويتش بتبقى لينكات لير سري فالسبب ما وفي توبولوجي معينة مفيش داعي ان انا اشغل تفكيركم بيها دلوقتي كان استخدام الف اتش ار بي بيحل مشكلة معينة في التوبولوجي اللي هي بتبقى اي مع الير سري لكن ده مش موضوعها دلوقتي لكن السؤال ده بم ان هو فلبل السي سي 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 اي 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 فالاجابة بتاعت ان هو الاف اتش ار بي بيينشور لوب فري فيزيكال توبولوجي مش وقيعية شوية طب نجي نقرى السؤال كمان مره مع بعض حلقين السؤال بيقول ايه هو الهدف من استخدام ال في سبنت واحدة لو جيت قريت الكلام وقلت بالعرب جاء سبنت واحدة ممكن الموضوع يبدأ ينور معي شوية زي ما احنا عارفين في حاجة زي HSRB او حاجة زي JBB بيبقى عندي راوتر او اكتف وستند باي التو راوتر بيبعثوا بينهم ومن بعض حاجة اسمها الهلو ميسج دي هي اللي بيكون فيها البرامتر بتاعت الاثنتيكيشن البرامتر بتاعت البيوريتي البرامتر بتاعت البرامتر بتاعت اللي بناء عليها الروترين التو راوترين بيعملوا نيجوشيشن وبيتفقوا مين فيهم هيكون هو الماستر او مين هيكون فيهم الاكتف راوتر في ال FHRB المالتيكاست باكتس دي او الهلو باكتس دي بتتبعث على شكل مالتيكاست ولازم عشان المالتيكاست ليوصل لازم يكون التو راوترز دول مع بعض في نفس السبنت فشرط اساسي ان انا اقوم FHRB بين تو راوترز HSRB او VRRB لازم يكون الروترين اللي هيعملوا النيجوشيشن ما بينهم مع بعض في نفس السبنت فالسؤال ده لافف شوية لكن هي دي الفكرة اللي موجودة منه وهو ده الهدف اللي عايز يوصله في السؤال ده فالاجابة الصحة للسؤال ده بالنسبة لنا هي الاجابة الرقمية اللي هو انا احتاج سبيسيفيك سبنت عشان السبنت دي هيحصل عليها فوروردنج للمالتيكاست المسؤولة عن تقويم HSRB والVRRB على الروترين اللي بتشاركو في البرتوكول ده بالمناسبة الاجابة دي هنا كده في الضمب بتاع 9TUT غلط لكن لو حد بص على الضمب الصيني وفعلا في حد نوي على الموضوع ده وقالي على الموضوع ده فبناعا عليه انا عدت الحسابات بتاعتي وفعلا لقيت الاجابة اللي في الضمب الصيني صح بعد ما فكرت الموضوع بشكل اوضع فطبعا شكرا جزيلا للنواء اللي اشار للموضوع ده وخلاني اتدرك الموضوع باسرع ما يكون نكمل مواعد ان شاء الله في الفيديو الشكرا